صباح الخير من جديد اللغات مثل الكائنات الحية تولد وتكبر وتشيخ وتموت فهل اللغة العربية في خطر؟ وهل بلغت الشيخوخة كما قد يرى البعض؟ أسئلة ملحة يطرحها أهل الإختصاص والعامة على السواء وتكون لهذه الأسئلة أهمية إضافية حينما نصر عليها في اليوم العالمي للغة العربية الذي تحتفل به الأمم المتحدة كل عام في الثامن عشر من شهر كانون الأول لمناقشة الأسئلة الملحة الخاصة باللغة العربية والتحديات التي تواجه لغتنا بوصفها أحد أبرز عنوين هويتنا القومية نستضيف اليوم عميد كلية الأداف في جامعة فلدلفيا الدكتور محمد عبد الله وهو إضافة إلى أنه أكاديمي وناقد وشاعر له اجتهادات في مجال العلوم المعجمية صباح الخير دكتور أسعد الله صباحك بالبداية كل عام وأنت بخير وجميع الناطقين باللغة العربية بخير لمصادفة يوم اللغة العربية هو يوم غد الجمعة ولكن لعدم وجود حلقة وأهمية هذا الموضوع أبينا إلا أن يطرح في دنيا دنيا وتحديدا في أصل الحكاية نعم شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير وهذا يوم يستحق الاهتمام فعلا يعني أقرب إلى عيد من أعياد اللغة العربية وأعياد الناطقين بها نعم دكتور لو تحدثنا عن أهمية وجود مثل هيك يوم للاحتفال في اللغة العربية وأهمية المحافظة عليها في تخصيص يوم دولي تعترف فيه الأمم المتحدة نعم الحقيقة هذا أمر يدل على أهمية اللغة العربية وعلى مكانتها العالمية فكما تفضلت هذا ليس يوما محليا وإنما هو اليوم العالمي للغة العربية أقرته هيئة الأمم المتحدة بمناسبة إدخال اللغة العربية إلى لغات هذه الهيئة الدولية عام 1973 فهذا التاريخ يتوافق مع هذا الدخول طبعا ما معنى أن تكون إحدى لغات الأمم المتحدة أي أن تترجم جميع أدبيات وتشريعات وقوانين هذه المنظمة إلى العربية مثلها مثل اللغات الست التي تعد لغات رسمية وهي طبعا أهم اللغات في العالم اليوم نعم طيب دكتور إحنا منقيس يمكن على أن هذه اللغة مهمة أو غير مهمة بناء على عدد الناطقين بها صحيح؟ هذا أحد عناصر أهمية اللغة ما في شك يعني أي لغة في العالم عندما نريد أن نقول مهمة وغير مهمة وهل تستحق العناء في تعلمها وفي الاهتمام بها من حيث عدد الناطقين بها بمعنى إلى أي حد هناك أناس يهتمون بها ويحتاجون إليها تاريخ اللغة مهم جدا حياة اللغة كم عاشت فاللغات تتفاوت في هذا المنجزات الفكرية والأدبية والعلمية التي سجلت بهذه اللغة نعم فهي تدفع الآخرين إلى الاهتمام بها من أهلها ومن غير أهلها أيضا نعم اليوم وين اللغة العربية بين هذول المعايير والشروط؟ يعني دعني أقول لك أن مكانة اللغة من مكانة الناطقين بها نعم فاللغة بذاتها لا تتقدم أو تتراجع اللغة العربية من حيث قواعدها وقوانينها وإمكاناتها من اللغات الأثرية والغنية بالنظر إلى التجربة التاريخية الطويلة التي عاشتها اللغة نعم ويعني خاضت الصراعات وخاضت تجارب وخاضت حروب جعلت منها لغة قوية من حيث الإمكانات اللغوية ولكن تعاني في العصر الحديث لأسباب لا علاقة لها باللغة من حيث أنها لغة ولكن من حيث ما يكتب بها أو ما يسجل بهذه اللغة وخصوصا ربما في الجوانب العلمية والإعلامية أكثر من الجوانب الأدابية نعم طيب دكتور لو تحدثنا عن اللغة العربية في ظل هذا التطور السريع والهائل ودخول التكنولوجيا وأيضا لربما طغيان اللغة الإنجليزية على اللغة العربية واللغات الأخرى بأنه حتى اليوم كعرب إحنا ابني الصغير بحطه في مدرسة والله ناطقة في الإنجليزية مش ناطقة في العربية ليش؟ لها حتى أواكب التطور وأواكب العصر لأنه اللغة المطلوبة هي الإنجليزية اليوم اللغة العربية وين صارت؟ نعم أيضا هنا ينبغي أن ننتبه أن هناك أولا مسألة اللغة الوطنية نعم اللغة الأم في كل اللغات لكل إنسان لغة أم ينبغي أن يتعلمها وينبغي أن يتقنها وأن يقدرها وأن يحترمها وبعد هذه المرحلة لا بأس أن يتعلم الإنجليزية وغير الإنجليزية بمعنى أن تعلم لغة إجنبية والتواصل مع العالم من خلالها لا يتناقض مع مكانة اللغة الأم يعني ليس المطلوب من الإنسان لغة واحدة نعم وأنما كل الأمم الراشدة التي تحترم نفسها تعلم لغاتها الوطنية وتعطيها حقها وقدرها من التعليم وإلى جانب هذا أيضا تحرص على الأقل لفئة من الناس المتفوقين الذين لديهم موهبة في تعلم اللغات وتعرف في الناس يتقن سبع لغات صحيح من بينها لغة الأم ولغات أخرى وربما أكثر وربما أقل فليست المأسة على أنني ينبغي أن أختار بين هذه وتلك وإنما يمكن أن نجمع بين الأمرين وهما ضروريان ولكن بطريقة يعني منطقية وعلمية نعم أعتقد أن مشكلتنا مع فئة من المتفرنجين أحيانا من الذين يرغبون في التظاهر بالتطور وليس التطور الحقيقي ولذلك غالبا غالبا هؤلاء لا يعرفون لا العربية معرفة جيدة ولا يعرفون اللغة الأجنبية أيضا معرفة حسنة معظم الناس المتفوقين هم على دراية بلغتهم الوطنية وأيضا بلغة أجنبية يحتاجون إليها بصورة حقيقية ويستعملونها في مواقفها المنطقية والمقنعة ولا يصنعون هذا التضارب بين الأمرين نعم طيب دكتور لو بدنا نحكي عن اللغة العربية اللغة اللي أنا عم بحكيها حاليا اللغة عامية اللغة محكية وإنت حضرتك عم بتحكي لغة عربية فصيحة فيها مصطلحات وفيها أيضا تحريك وتشكيل وفيها بدنا بدي أنا وكثير ناس بدنا سنوات حتى نتعلم هذه اللغة اليوم لما نحكي لغة عربية العامية ولا يجب أن تكون اللغة العربية الفصيحة اللي لازم نحافظ عليها نعم الآن ببساطة حتى ما نخوف الناس من اللغة العربية أو أي لغة في العالم اللغة مستويات ليس مطلوبا من الناس أجمعين أن يتقنوها بكل مستوياتها يعني ليس بالضرورة أن تكون متفوقا كالمتنبي حتى تحترم لغتك العربية صحيح وإنما لكل إنسان كفاية وقدرة لغوية بحسب ما هو مطلوب منه يتفاوت الناس في هذه الحد الأدنى نسميها اللغة العربية الصحيحة بمعنى أن اللغة العربية تتميز الفصيحة يعني تتميز بأنها لغة معربة فيها شيء من الحركات يصح في المشافهة أن نتخفف منها قليلا ولكن عندما نكتبها نحتاج إلى اهتمام أوسع بهذا الجانب العاميات الحقيقة هي بنات اللغة العربية اللهجات العربية فيها شيء من الاختلافات أو التحريفات سببها ما سميناه بالمشافهة أن اللغة المنطوقة تختلف عن اللغة المكتوبة فيعني ليس منها ضرر كبير إلا إذا استخدمت من منظور أيدولوجي لضرب اللغة العربية كما حصل ليس اليوم وإنما في النصف الأول من القرن العشرين ضمن تجربة الاستعمار يعني كان هناك تخطيط أو محاولات لإحلال العاميات في مكان اللغة العربية ويعني كان طبعا هذا أمرا مرفوضا ولم ينجح جرت محاولات بالمناسبة خطيرة جدا لتغيير شكل الحرف العربي وتحويله إلى الحرف اللاتيني تخيل اللغة العربية السامية في أصلها المتميزة بأبجديتها تكتب بحرف من أسرة أخرى يعني حتى من الناحية اللغوية هذا لا يستقيم كما لو أنك تكتب الإنجليزية بحرف عربي فهذه محاولات جرت ولكن لم تنجح وصمدت اللغة العربية وصمدت كثير من اللغات الأخرى وخرج الاستعمار نحن اليوم في مرحلة ما بعد الاستعمار ما بعد الكولونيالية له ذيول منها تأثيرات لغوية ما تزال موجودة حتى اليوم علينا أن ننتبه إليها وأن نحبب الناس في لغاتهم الوطنية وبالنسبة للعرب أكيد اللغة العربية مهمة لأسباب يعني كثيرة جدا طيب هون بقودنا لسؤالين دكتور سؤال الأول اللغة العربية صعبة اللغة العربية صعبة كل لغة محترمة كل لغة لها مكانة ليست سهلة صعبة بمعنى أن لها قواعد لا تستقيم بيسر وهذه القواعد يجب أن تعلم في مراحل مركبة من الصفوف الأولى وربما من قبل المدرسة ولذلك مثلاً من قوانين تعلم اللغات أنه في المرحلة المبكرة في الطفولة المبكرة لا تعلم الطفل لغتين تتضارب هاتان اللغتان وعطيه فرصة ليحب لغته الأم ويتشربها من أسرته ومن مدرساته أو روضته ثم في الصف مثلاً الثاني أو الثالث علمه اللغة الأخرى نعم هذه الفئة من الأطفال ونحن كمتخصصين لاحظناها في تجارب وفي دراسات يصبح عنده تشويش لغوي يعني حتى عندما يكبر لا ينجح في ربما أي من اللغتين يعني هو ما عنده لغة مركزية يبني عليها المعرفة اللاحقة فمن هنا تتأتى صعوبة اللغة أنها لا تتعلم في يوم أو يومين بحاجة إلى تجربة طويلة نوعاً ما وتحتاج أن ينوي الإنسان أن يتعلمها أو يتعلم مجموعة كافية من قواعدها التي تتناسب مع الغرض الذي يريده فاللغة السهلة غير موجودة ما في لغة في العالم لها مكانة تنطق وتكتب ويؤلف بها الكتب وتستخدم في وسائل الإعلام وفي كتب العلوم ونقول عنها أنها يعني لغة سهلة فتحتاج لا إلى جهد واهتمام وقدر كبير من التعليم والتخطيط والسياسة التعليمية والتربوية طيب مما أنه حكينا العلوم بدنا نحكي شوي عن تعريب العلوم نعم ونحكي كمان عن تعريب عدة مؤلفات وأيضا تعريب لربما تواريخ مهمة في حياة البشرية نعم الحقيقة تعريب العلوم من الملفات المهمة التي تعني كل اللغات في العالم نعم العربية كان لها نصيب في عصرنا الحديث من التعريب تخيل أن دراسة الطب قد بدأت باللغة العربية في عشرينات القرن الماضي ثم تخلينا عن التجربة في مرحلة لاحقة الجامعة الأردنية منذ تأسيسها قامت بتجربة ممتازة لتدريس الكيمياء والفيزياء ومختلف العلوم باللغة العربية وكان فيه جيل ممتاز من أساتذة العلوم البحثة والتطبيقية يعرفون العربية معرفة ممتازة وتعلموا في البلاد الأجنبية وأتقنوا اللغات الأجنبية فأصبحوا وسطاء للمعرفة نعم مشكلة التعريب خطر من أكثر من ناحية أنه يفرغ اللغة العربية ويفقرها في حال لم نعرب العلوم بمعنى أنه كأننا حصرناها في لغة الحياة اليومية وفي اللغة الأدبية وأفقدناها التحدي العلمي أن تكون لغة علم حتى توطن العلوم في بيئتك ينبغي أن توفر بيئة لغوية فهذا لا يحدث ونحن نعلم العلوم بغير اللغة العربية وبالمناسبة التجربة في الجامعات لا يعلموا لا بالإنجليزية ولا بالعربية يستخدم معظم أساتذة العلوم لغة هجينة ما بين وبين لا سرقية ولا غرب ولا بينهما خليط يعني لو أنهم يعلمون بالإنجليزية الصحيحة التامة هذا أفضل ولكن لأنه الطلبة لا يفهمون اللغة الأجنبية الأستاذ نفسه أحيانا لا يتقن اللغة الأجنبية فلا هو متقن للغة العربية وفي عند المشكلة اللغوية عند المتخصصين فنحن ماذا نقول لهم نقول لهم ميزو بين تعريب العلوم وبين أن تتعلموا لغات أجنبية وأن تقرأوا بها وأن تطلعوا على مراجع الدنيا ثم انقلوها إلى لغتكم الكتاب التعليمي ضروري أن يكون عندنا كتب تعليمية في كل التخصصات باللغة العربية تعريب المصطلحات وهو من مهام المجامع اللغوية يعني زي مجمع اللغة العربية الأردني والمجامع العربية المشابهة أيضا هذا مهم جدا اللغة العربية في العصر الوسيط امتلكت ثروة من المؤلفات والمعاجم الاصطلاحية العلمية البحتة أوروبا عندما بدأت العلوم فيها بعد خروجها مما يسمى بعصر الانحطاط أو عصر الظلمات اعتمدت على هذه الكتب وما تزال حتى اليوم المصطلحات العربية انتقلت إلى اللغات الأجنبية ولها مكانتها حتى في تاريخ العلوم الحديثي فيعني اللغتنا خاضت هذه التجربة العلمية وقادرة بإمكاناتها وبقدراتها ولكن هذا كله ليس أمرا سهلا رغم أنه عندنا علماء دكتوري يعني احنا كعرب عندنا علماء ناطقين في اللغة العربية ولكن جميع مؤلفاتهم وجميع ما يتم اختراعه وبراءات الاختراع تتحول إلى الإنجليزية نعم وبالتالي تبقى يعني بتلك اللغة ولأهل تلك اللغة ولا نستفيد منها شيئا لا تحتسب للغة العربية فنحن بحاجة الصحيحة إلى تعريب وإلى يعني خلينا نسميه العائق إذا سمحت ليه عائق إلى حد كبير له علاقة بالسياسات اللغوية نعم اللي بترتبط بعلاقة الهوامش بالمركز وما في شك احنا من العالم الثالث الذي يعد هامشا وليس مركزا فصحيح القرار السياسي له دور في هذا الجانب من حسن الحظ أنه في الأردن عام 2015 صدر قانون لأول مرة في الوطن العربي يصدر قانون حماية اللغة العربية حيلا وهذا القانون أقر وتوشح بالتوقيع الملكي السامي وأصبح قانونا معمولا به واستعارته حتى بعض الدول العربية وبدأت تنسج قوانين مشابهة بمعنى أن اللغة تحتاج إلى إرادة سياسية وتحتاج إلى قوانين لأنه التاجر والعامل وكذا وكذا لا يلتزم من ذاته يحتاج إلى قانون معين يلزموا باستخدام اللغة العربية لأنه هذه مسألة سيادية ذات بعد وطني وثقافي وليست خاضي على المزاج الفردية نعم طيب دكتور احنا في عشاق لكل شيء صحيح في عشاق للغة العربية يعني لما نشوفهم حتى في الفضاء الواسع في الإنترنت منشوف لغتهم العربية وكأني بعمري ما حكيت لغة عربية صحيح مصطلحات جميلة كلمات راكبة يعني إحنا لما نحكي كلمة راكبة يعني تقرأ وأنت مستمتع بمكانها صحيح وأنت مستمتع وممكن تغلط يعني ممكن تغلط لأنه أنت هذه الكلمات ما مرت عليك بهذا التركيب الجميل صحيح هذا عاطفة ولا حقيقة بأنه في عنا ناس عاطفيين تجاه لغتنا بأنه إحنا ولدنا على هذه اللغة صحيح وتعلمناها بأدياننا السماوية أيضا صحيح بالمسيحية وفي أيضا الدين الإسلامي بأنه إحنا اليوم في عنا مصطلحات جميلة في العربية هذا عاطفة أم حقيقة والله يعني خلينا نقول من حق الإنسان أن يحب لغته ويتوله بها ويعني دائما العاشق ربما أحيانا يغفل عن عيوب محبوبته ولو دللته عليها يعني لن يستجيب ففي هذه الفئة من الناس إحنا كمتخصصين نحاول أن نحول هذا الحب إلى شيء من المعقولية ويعني المنطقية اللغوية بمعنى أنه من الحب ما قتل أيضا لا نريد أنه هذه المحبة تبلغ درجة الامتناع عن التطور والامتناع عن وضع اللغة في سياقها الصحيح اللغة العربية لا خوف عليه بمعنى أنه هي تجربة راسخة مكرسة فلا نريد دائما أنه هول الأمور وكل ما واجهت خطرا من الأخطار ظننا أنها يعني ستنقرض أو ستموت فهذا الحب أحب أن نحوله إلى سياسات وإلى ممارسات وإلى شيء عملي يخدم اللغة العربية ويعمم محبتها عند الجميع اللغة العربية ليست لأستاذ اللغة العربية معلما أو أستاذا جامعيا وإنما هي لغة كل المواطنين من سمات المواطن الصالح أن يحب هذه اللغة وأن يتقن ما يستطيع منها نعم لأن لا نريد أن نحول كل الناس إلى نحاة يتقنون النحو والصرف والعلوم المختلفة ولكن علينا أن نحببهم بأنه بإمكانك أن تحقق مستوى طيبا منها وممكن في كل مرحلة يعني أن تتقدم إلى الأمام فما من شيء يعني يدرك دفعة واحدة نعم صحيح طيب دكتور أسليب التدريس إلها دور في تعليم اللغة العربية هل في عنا ضعف في أسليب التدريس هل عنا ضعف في مناهج اللغة العربية وين الخلل اللي خلانا نطلع بجيل ما بدنا نحكي ما بحب اللغة العربية ولكن يعني أنت حكيت تعلموا لغة ثانية بالعكس واكب التطور وتعلموا لغة ثانية ولكن لربما لأنه لغة العربية صعبة عم بلجأوا ليتعلموا الإنجليزية والفرنسية ولغات ثانية وبحكيه لك اللغة العربية بحكي فيها مع أمي وأبوي بالبيت بطلب كذا بساوي كذا حتى لما صرنا نروح نشوف بالمطاعم حتى في الأردن عم بطلب في الإنجليزي نادر ما تلاقي لائح الطعام أو مينيو في العربي حتى المصطلحات اللي عم نحكيها أسليب التدريس شو عملت هون؟ أسليب التدريس بالتأكيد مهم جدا فالتعليم أساسي في مسألة اللغة نعم مناهجنا ربما اليوم أفضل مما كانت في عقود أو في مراحل سابقة تعرف أن التعليم قد سيطر عليه ما يسمى بالتلقين لمرحلة طويلة في اللغة العربية وفي غيرها ونوعية الاختبارات والامتحانات والانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي كل هذه السياسات التربوية والتعليمية كان لها تأثيرها وخصوصا في اللغة العربية يعني عندما تفتح أي كتاب في اللغة العربية ستجد مثلا كل النصوص الأدبية من الماضي طيب أين العصر الحديث الحديث أين كتاب العصر الحديث الكتاب أين القضايا المعاصرة يمكن أن نكتب عن أي شيء بلغة عربية سليمة وواضحة فنحتاج إلى يعني رؤية رؤية نوعا ما معاصرة مواكبة للعصر وفي نفس الوقت لديها الحرص على اللغة أيضا اللغة ليست قواعد تلقا وتحفظ وإنما هي مهارات صحيح وأداءات فإذا دربنا هذا الطالب واعتنينا به مرحلة بعد أخرى وأيقنا بأن اللغة ممكنة الإتقان وأنه يمكن أن يستخدمها في حياته العلمية وربما اليومية فبالتأكيد سيتمسك بها وفي نفس الوقت زي ما قلنا أن هذا يا أخوان لا يمنع أن تتعلم ما تشاء من لغات إذا كنت موهوبا وكما أشرت في بداية الحديث المشكلة هي ليست مع من يعرفون العربية أو غير العربية كل إنسان بالمناسب يتقن أي لغة في العالم يحترم كل لغات الدنيا فالملكة اللغوية هي هبة من الله والإنسان يتعلق بها فيتعلم العربية ويتعلم الإنجليزية ويتعلم الفرنسية وربما لغات قديمة لم يعد هناك كثير من الناطقين بها ما تفضلت به عن المطاعم وعن كذا قانون اللغة العربية الأردني يمنع كل ذلك ونأمل أنه يصير فيه طرق عملية العربي ما حاجته أنه يسمي الطعام بالإنجليزية هذا بالأجل شخص أجنبي سائح مثلا بفهم أن السائح له قائمة طعام خاصة فيه بس أنت يعني في بيت عربي وربما أمك من قرية من القرى في الأردن أو في فلسطين أو في كذا وهويتها وبيئتها وكذا هذا اسمه الفرنجة اسمه التشبه بالآخرين وليس له علاقة بواقع الحال وقد تكلم المفكرون والمتخصصون عن هذه العقد عقد نقص تظهر بهذه الصور نعم طيب دكتور القانون فعال فعال ومعمول به وفي عندنا رقابة على هذا القانون مئة في المئة مجمع اللغة العربية هو الجهة الرئيسية حول هذا الأمر ولكن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مع أمانة عمان وأعرف أنهم اليوم مثلا لا يقبلون تسجيل أي اسم تجاري ما لم يكن بالعربية وإذا أحب أن يستخدم إلى جانبه الإنجليزية أو لغة أخرى يجب أن يوضع مثلا على لافتة أصغر من حجم اللافتة العربية ولكن هذا كله يعني في المرحلة الأولى في المرحلة الأولى من تطبيق هذا القانون لأن السياسة اللغوية مهمة وتنجح في حال كان فيه رعاية واهتمام ومتابعة لها فاللغة لا يجوز أن تفسد يعني فيه تلوث لغوي كما فيه تلوث في جوانب كثيرة ومن حق أي سلطة وأي دولة وأي حكومة أن هذا الملف يكون من اهتمامها ومن واجب المواطنين عليها أن تساعدهم في حماية لغتهم حتى ما تكون الأمور فوضى نعم دكتور الحديث شيق واللغة العربية جميلة وما أجمل بأن نسمع عن اللغة العربية من شخص أكاديمي وعاشق لللغة العربية زي حضرتك ولكن إحنا بنا نلخص يمكن حديثنا هذا بأنه إحنا بحاجة إلى ثلاث أمور الأولى وهي المحافظة على اللغة العربية كتابة ونطقا ولا ضير من تعلم لغة أخرى مئة في المئة والشغل الأخرى أو الأمر الثاني وهو تعريب العلوم للمحافظة على علومنا وأيضا نشبعها لأبنائنا والأمر الثالث هو تحديث أسليب التدريس للمحافظة على اللغة العربية صحيح؟ والله أحسنت وم شاء الله ها أنت تحولت من العمية إلى الفصحة يعني بيسر وبسهولة بقليل من التمرين القدري بقليل من التمرين القدري بأي خطأ يذكر صدقني بقليل من التمرين والاستخدام مرة بعد مرة من أسهل ما يمكن ولكل الناس يفهمونها دكتور معاي ثلاثين ثانية بدي سريع أو نصيحة سريعة لكل من يشاهدنا الآن وحابب يتعلم اللغة العربية وين يكون وجهته وين يكون مقصده بعيدا عن المدارس والمراكز نعم أنا دائما أنصح بالقراءة قراءة الكتب المنتقى الجيدة فمنها نأخذ حصيلتنا اللغوية منها نأخذ البلاغة منها نأخذ الجمال القراءة ممتعة جدا واليوم نستطيع أن نقرأ على أجهزة الهاتف وعلى الحواسيب وغيرها وفي مكتبات إلكترونية وتطبيقات إلكترونية عربية ممتازة جدا يعني مواكبة من حيث التقنية ومن حيث اللغة فأنا أنصح هؤلاء بأن يبحروا في اللغة بعيدا عن النحو وعصلوا إستاذ القواعد إلى آخر شكرا إليك دكتور محمد شرفنا وشكرا لهذا الحديث صباعك سعيد ونتمنى لك السلامة أيضا شكرا جزيلا ويعني شكرا على الاحتفال وعلى الاستضافة وكل عام وأنتم والمستمعين بكل خير وأنت بخير ترجمة نانسي قنقر